تحايا كبرى لكم جميعاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج رئيس تحرير بطبيعة الحال هذه الحلقة يعني يفترض أن تكون في موضوع اليوم العالمي للصحافة هذا هو الوضع الطبيعي ولكن سأتناولها أنا كل التقارير التي طلعت عليها تقريباً تتحدث عن الكثير من السلبيات ولكن في وسط هذه السلبيات هناك إيجابيات والإشكال دائماً نحن نركز على السلبيات في أي موضوع يتعلق بالصحافة بالمجتمع المدني بالسياسة إلى ذلك من مظاهر الحياة في هذه الكرة الأرضية ولكن ننسى دائماً أن هناك إيجابيات من هذه الإيجابيات في تقديري بطبيعة الحال سأتعرض إلى بكيفية عامة كيف وجد هذا التقرير حال الصحافة في يوم حرية الصحافة ولكن بشكل أكثر وضوحاً أبرز هذه الإيجابيات في تقديري هو جائزة نالتها الصحافة الاستقصائية وهذا الذي كنت دائماً أقوله بأن الصحافة الاستقصائية هي المستقبل كيفما كان الحال سواء كان على صعيد صحافة مقرؤة مرئية مسموعة هي المستقبل هي الصحافة الاستقصائية هذه الجائزة كما نعرف نالتها صحفية فلبينية ماريا ريسا وهي صحفية تشرف على صحيفة إلكترونية أي موقع إلكتروني كما يقول بعض الناس وعليه تحال هذا الاسم خطأ فهناك صحيفة إلكترونية أما الموقع لا يتعلق بالصحافة ممكن نقول بأن موقع شركة موقع مؤسسة موقع وزارة ولكن لا يمكن أن نسمي صحيفة إلكترونية زاد طابع إخباري أن نسميها موقع على أي حال فهي نالت هذه الجائزة بجائزة ليست يعني قيمتها الرمزية أكبر بكثير من قيمتها المادية قيمتها المادية حوالي 25 ألف دولار ولكن قيمتها الرمزية قوية جدا خاصة بأنه كما نعرف بأن اليونسكو هي أحد الجهات التي أساسية في تنظيم هذه الجائزة هذه الجائزة نالتها هذه الصحفية لأنها صحفية استقصائية أولا ولأنها تعرضت في كثير من الأمور إلى أولا رفعت ضدها قضايا قضائية هذا موضوع آخر ولكن تعرضت لتهديدات وتعرضت لمضايقات كثيرة جدا لم يسنيها في المضي قدما في الخط التحريري الذي اختارته ماريا أريسا وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الجائزة هي تشجيع وتحفيز لكل الصحفين الشباب لكل الصحفين الجيل الجديد من الصحفين الذين يرغبون فعلا في أن تكون الصحافة الاستقصائية هي مجال عملهم والصحافة الاستقصائية كما لا أود أن أدخل في تعريفات أكاديمية ولكن أود أن أقول بأن الصحافة الاستقصائية تتطلب وتحتاج الكثير من الوقت وفي الوقت نفسه مستوى مهني عالي جدا وشجاع وهذه من أهم الأشياء بمعنى أن الصحفي يصل بأي لا بد أن يكتاز في بعض الصعوبات يواجه بعض العقبات يواجه بعض المشاكل ولكن يجب أن تكون لديه الإرادة والشجاع حتى يستطيع أن يصل إلى مبتغاه ما هو المبتغى؟ ما هو في تقديم أكبر قدر من الحقائق كل الحقائق حول موضوع ما هذه هي الصحافة الاستقصائية التي تعتمد البحث تعتمد نفس الطويل في العمل في نفس الوقت تعتمد الكتمان الجرأة المهنية وحتى الجرأة الشخصية هذه هي صحافة المستقبل التي يمكن أن تكون موجودة في الصحافة المقرؤة أو المرئية أو المسموعة في هذا الصدد نعتقد بأن هذه كانت من علامة فارقة من علامات الإيجابية أن تنال هذه الجائزة الصحفية استقصائية المسائل الأخرى على سبيل المثال عندما يقال أن دولتين مثل أريتريا وكوريا الشمالية في زيل قائمة الحريات الصحفية أنا أعتقد بأن هذا ليس أمرا مفاجئا عندما يقال أن الدول السكندينيفية نرويج فنلندا سويد دنمارك هي التي تصدرت قائمة الدول التي توجد فيها أكثر حرية أيضا أنا بالنسبة لي هذا الأمر لا يفاجئ عندما يقال بأن هناك 12 دولة فقط في العالم فيها الظروف مواتية من بينها بطبيعة الحال هذه الدول السكندينيفية الظروف مواتية لإنجاز أعمال صحفية أيضا هذا أمر محسوم ولكن يجب أن أقول شيئا معظم هذه التقارير التي تتحدث خاصا في موضوع التصنيف وما إلى ذلك تستند إلى مؤسسة بالدرجة الأولى تعتمد على تقرير مراسلون بلا عدود أقول التالي أنا لا أود أن أتشكك في مصداقية هذه المؤسسة ولكن أقول بأن المنهجية التي تتبعها صراحة منهجية غير واضحة أنا لا أقول بأنها سلبية ولكنها منهجية غير واضحة يعني على أي أساس يعتمد هذا التقرير إضافة إلى ذلك لم نرى من النادر جدا أن نسمع بأنه بعض المراسلين المحليين الذين يتعاملون مع هذه المنظمة نعرفهم بأسمائهم بصفاتهم وما إلى ذلك أقول بكل موضوعية يعني عندما نتكلم على سبيل المثال كوميتي تبرتك جرناليست لجنة حماية الصحفيين التي توجد في نيويورك هذه فعلا لجنة تعمل بأسس وبطرق واضحة جدا وتربطني معها علاقة وأعرف بأن طريقة اشتغال مهنية بدرجة كبيرة جدا مراسلون بلا حدود أقول بكل موضوعية عقود في هذه المهنة لم ألتقي أي شخص من هذه المنظمة وهذا في الواقع ربما يكون تقصير مني ولكن على أي حال على الأقل ربما كنت أسمع من بعض الزميلات في الميدان أنه التقوا بهذه المنظمة أو على الأقل لديهم تجربة في عمل هذه المنظمة المنظمات لا تشتغل مع النقابات ومع منظمات المجتمع المدني التي تتعلق بحرية الصحافة وبالصحفيين هذه المنظمات كما هو الحال في لجنة حماية الصحفيين التي مقرها في نيويورك يجب أن تعمل مع الصحفيين بالدرجة الأساسية مسالة أخرى من بين الأشياء اللافتة وهي أنه ونعتقد بأن هذه على الأقل ربما هذه المعلومة لا يوجد حولها جدال كبير لأنه ممكن أن تكون قد تم حصول على هذه المعلومة من الشبكات الاجتماعية وهي معلومة تقول بأن بين كل صحفية وسط أربع صحفيات يتعرضنا للعنف عن طريق الإنترنت ونعرف أن العنف عن طريق الإنترنت يشمل أولاً الخصوصية والحديث عن أمور يفترض أنه لا تتم تداولها محاولة تحطيم الشخصية الاستفزاة توجيه إساءات مباشرة لهؤلاء الصحفيات هذا الأمر فعلاً ظاهرة يمكن الحديث عنه لأنه لا أدري إلى الآن ما تزال معشعشة في عقول بعض الناس أن هناك فرق ما بين الصحفي والصحفي لا يوجد فرق هذه مهنة كأن نتحدث هل هناك فرق ما بين طبيبة وطبيب هل هناك فرق بين مهندس ومهندس هل هناك فرق بين محامية ومحامي بالتأكيد مسألة الجندر أو الجنس في هذا الموضوع غير مطروحة ولذلك غريب جداً أن تستهدف الصحفيات إلى حد أن يكون العنف واحدة ما بين كل الأربع صحفيات أنا أعتقد أن هذا رقم مزعج ومزعج جداً في ظني بأنه يجب أن تكون هناك أختم وأقول قنوات واضحة لوصول المعلومات بشأن أوضاع الصحفي في كل أنحاء العالم ولا يمكن الاعتماد فقط على تقارير تصدرها بعض المنظمات مع كل الاحترام لهذه المنظمات هذا رأيي وشكراً لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من freaked out